أحب أن الناس يظلهم على إطلاع بهذه المواد لأنه منقدر نستخدمها بكل سهولة لكن دائما المشكلة أن الناس لا يعرفوا عن هذه العناصر الديكورية الجديدة أهلاً وسهلاً فيكم من جديد معنا مهندسة الديكور سارة مجدوب والحديث عن الموزيك الديكوري فنتحويل الجدران إلى لوحات فنية أهلاً وسهلاً سارة صباح الخير كيف الحال؟ تمام الحمد لله وأنت أهلاً وسهلاً فيك تمام الحمد لله الموزيك أشهو من شو مصنوع؟ كيف نستخدمه؟ أهلاً زي ما عودنا المشاهدين كل مرة نجيب لهم أحدث الأشياء اللي نازلة بالسوق عشان نستخدمها بالديكورات بالبيوت نعم فنازل هلا موزيك ديكوري نقدر نستخدمه بالواجهات عنا بالجدران سواء كان اندور أو اوتدور تمام تمام هو يعني زيء نوع من أنواع الموزيك البلاط تمام وبيتعلق أو بنستخدم يعني ممكن أنه يتثبت بلواثق معينة نعم نقدر نستخدمه بواجهات التلفزيون بالجداريات نقدر نستخدمه بالحمامات حتى بالمطابخ يعني الحيل في الموضوع أنه ما فيه ما له يعني أماكن معينة حتى بتعرف هيثم كثير هو خيار ممتاز للأعمدة نعم يعني دايماً بيكون في عنا عمدان بالبيت أوكي ما بنعرف كيف إنه إحنا نخفيهم أو ما بنعرف كيف نعالجهم ديكورياً فهلأ رح نشوف الابشنز كلها يعطي لي معنا وإيش الألوان اللي متوفرة عشان نقدر نستخدمها طبعاً يعني فيه أشكال مختلفة وفيه كمان ألوان مختلفة تفضلي شرحي لنا عنهم أوكي هلأ في عنا مثلاً هاي فيه أكتر من شكل تمام عم نشوف إنه في عنا الروز جولد مع الـجولد مع السلفر مثلاً أوكي موجودين هذول بنقدر نستخدمهم حتى بيعطيك الشكل اللي 3D يعني أنت لما تطلع عليهم أوكي كأنه الناس ما بتعرف ما بتحزر إيش هاي الماتيريال نعم هلأ هذا كله بيتي جاهز ولا ممكن نحن نفصل أشكال معين مثلاً بتخطر على بالنا هلأ هاي جاهزة كلها يعطيها أشكال متوفرة بس فيه كتير أوبشنز يعني أصلاً ما رح نحتاج إنه نفصل لأنه فيه كتير خيارات تمام عم نشوف برضو هاي الأشكال هو إيش الماتيريال من إيش بصنوع تحديداً موزيك موزيك آه بلاط موزيك أوكي عم نشوف إنه برضو هاد كيف شوف هيتم كيف بيعطيك اللي هو اللي 3D لك حلو حلو أوكي وألوانهم كتير حلوة وأتوقع يعني يعني بالمطاعم الكفشوبات بالأوتلات حتى بالبيوت طبعاً يعني عمدان معينة جدران معينة ممكن إنه يتزين بتزين كامل الجدار ولا ممكن تعمل إيشكال فيه ممكن نستخدمه مع ماتيريال ستانية يعني مع خشب مثلاً ممكن ندمجه حتى مثلاً إذا عندي ريسبشن كتير مثلاً أوقات ما نعمل ريسبشن الريسبشن ديسك أوكي سواء كان بعيادة سواء كان بشركة أي مكان بأوتيل نقدر إنه إحنا نستخدمه يعني على داير الريسبشن على داير الريسبشن عم نشوف برضو عندك هون هيثم في اللي هو اللون الـ Gold تمام؟ بحسك تحبي إنتي اللون الـ Gold صح؟ يعني حسب ما هو حسب كيف يستخدم تري الـ Gold كتير حساس يعني أوقات ممكن يطلع كتير كلاسي وأوقات ممكن يطلع كتير معاكس كلاسي مام هو يعني لازم يستخدم طريقة صح يعني الناس بيحبه أنا شخصياً ما بفضله يعني ما بحبه ما برفش بحس إنه صعب اللون يعني صعب كتير واحد يستخدمه بطريقة منيحة قلتلك لأنه هو لازم يستخدم يعني مثلاً دراجات معينة من الـ Gold وانا بحب الـ Gold المطفي ما بحب اللي كتير الشايني إلا بأشياء معينة تمام برضو عنا اللي هو هدول اللي عم منشوف الاسود مع السيلفر أو الاسود مع تشاركل تمام برضو كتير حلو هذا تمام طب كيف اختيار الشكل المناسب مثلاً يعني شو العوامل التانية اللي بتتحكم مساحة المحل شو الأشياء التانية الموجودة فيها يعني شو في عوامل تطلع عليها لما بدنا نحط مزيك أهلا لما بدنا نحط مزيك من ننتبه إنه مثلاً كيف بدنا نحطه يعني كيف كمياته تمام يعني الواجهة اللي بدنا نحطها مثلاً نعم بنحط عليها المزيك هل هي مثلاً عندي ارتفاحة كبير ارتفاحة صغير إيش المساحة يعني هاد ما بيزبط كمان أحط مثلاً أربع جدران منه يعني مثلاً غرفة كاملة صحيح صحيح صندوق من جوه آه ما بيزبط بصير كتير بداية فأنا بدي أشوف المساحة بدي أشوف الديزان بدي أكون محددة إيش الأشياء اللي بدي أستخدم عليها المزيك تمام هلأ برضو إذا منشوف بالصور عشان نوضح للمشاهدين أكتر طريقة الاستخدام الصورة التانية مثلاً أوكي هاي ممكن تكون فوق الكاونتر توب تمام منقدر نستخدمها سواء فوق كاونتر بالحمام أو ممكن حتى بالمطبخ يعني بين الخزائن بدل الليكوارتز اللي بنستخدمهم بنقدر بنستخدمه لأنه هذا مقاوم لعوامل الجو طوام هاي العين اللي شفناها قبل شوي شوف كيف مثلاً بنقدر نستخدمها أدي حلوة هاي الواجب آه حلوة كتير أكيد بجوز هاي الـ options بتخفف علينا مشاكل الإدهان بظلوا إدهان ورطوبة وكل هاي الأشياء أحياناً بيكون كتير أسهل صح؟ انت زي كانك عم بتبلط أوكي بس بأشياء ديكورية مميزة يعني مش البلاط العادي التقليدي نعم مقاوم للرطوبة مقاوم لكل العوامل الجوية الداخلية والخارجية نعم أوكي هون عم نشوف إنه كيف مستخدمينه على زي ما حكينا قبل شوي دسك ممكن يكون هادول صور راب كتير يعني على يعني أشياء هلأ فيه كتير أشكال مختلفة فأنا حاولت شوي أحط كمان أشكال محتوطة بمش موجودة معنا بالعينات عشان نغطي كل الستايلات تمام حتى ممكن إذا عنا كونسل بدنا نسويه بالبيت مميز هاي الأعمل مثلاً شوف الأعمل دائماً دائماً مشكلة لأن دائماً مش عارفين إيش يعملوا فيه شون عنا فيها بالزبط آه فبنقدر نستخدم برضو هذا المزيك بهاي الطريقة شوف يعني بصيره صراحة كتير إشي حلو مميز بصير ملفت صح بدل مكان العامود هو عائق صح 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 تمام يبنيه في برضو والعامدان بتفضل من تحت يعني الجزء السفلي من العمود اللي هو يتلبس حلو نزر كامل إحنا مسإنه مسلاً هون الديكور كان أو الديزاين إنه بس الجزء السفلي هون برضو عم نشوف هاي واجهة بحمام أوكي ممكن ما طبعاً ما منستخدم الواجهة كاملة ممكن يعني منحدد بنعمل زي زنّار مسلاً هون شايفين إنه مع يعني لفل البلاط مش فوق البلاط صح؟ صح؟ لا آه مع نفس الواجهة مع نفس الواجهة هو هاي ثم يعتبر الموزيك يعني نوع من أنواع البلاط هالك آه يعني زي التابليط يعني همام مش إنه بتخيل بتلزق فوق ممكن يكون جزء من التابليط صح؟ ممكن أكيد وفي إله كمان أنواع سيليكون ممكن يتلزق فيها حلو يعني حسب وين إحنا رح نستخدمه حلو مثلاً هاي العين اللي إنت كنت ماسكها فممكن نستخدمها باليوني ستأورها خلف المرحاض قدما كان الحمام كتير عادي هاي الواجهة ممكن تعمل كتير إضافة حلوة وكبيرة على الحمام صح ممكن هذا يكون حمام مثلاً بكافي بمطعم لأننا عم نشوف مساحته صغيرة صح برضو هون عم نشوف كيف استخدمناه بالواجهة ودمجنا أكتر من لون وعملناها كأنها لوحة بتصير طبعاً جميل جداً صراحة هاي هذا الطايلز يعني هلأ إضافة نوعية وجميلة حلو طب كيفية العناية في سارة بتغلب يعني تنظيفه يعني تنظيفه مثلاً بتخيل زي تنظيف البلاط العادي آه ما في مشكلة بالتنظيف بالمي بالمواد الكيميوية اللي بيستخدموها دايماً بنبعد إحنا على المواد الكيميوية يعني زي الهاي بيكس والكلور وهاي الأشياء في أنواع معينة من المنظفات بتنظيف البلاط والسيراميك والبورسلان وبتخلي يعني هلأ متوفرة كمان بالأسواب بتخلي إنه يكون فيه لمعا من غير ما تخربه حلو كتير أوكي برضو هون عم نشوف كيف دمجنا أكتر هلأ برضو أوقات بكون عنا مثلاً ممرات أو الكوريدور بالبيت مثلاً ما بدنا نسوي فيه ورق جدران ما بدنا نسوي مثلاً البانوهات فبرضو منقدر نستخدم هاي البلاط الموزيك تمام حلو كتير يعني عم نشوف أشكال كتير مختلفة ألوان كتير مختلفة واستخدامات كمان كتير مختلفة ممكن نحنا فضلي قابل مطبخ مصردو بالمطبخ هايثام عم نشوف كيف إنه عم نستخدمو بين الخزاين والتوب وعملي وبيتنظف زي ما حكينا فبنقدر نستخدمو بكل سهولة وما بيعملي يعني مشاكل حلو وما منستخدمو على التوب نفسه منستخدمو بين التوب وبين الخزاين هاي كمان جوز كف شوب أو مطعم مثلاً أو مطعم شوف أديه فخم يعني صح صراحة يعني أنا كتير حبيته وكتير عم بيكون إليه أوبشنز يعني إنه ممكن نستخدمها بالديكوريات هلأ بكل مكان نعم بخطر عبالي دائماً صار بالنسبة للديكور هل دائماً الديكور لازم يكون بالأساس مع البناء مع التأسيس السكتش الأساسي ولا نحنا دائم يعني منقدر إنه نعيد يعني إحياء أي محل أو نعيد مثلاً محل موجود أصلاً نعيد يعني ديكور وخليني أحكي بهاي المواد هلأ شوف لأ أنا بفضل أكيد من الأساس إنه يكون فيه مخططات ويكون فيه كل شي يكون واضح بيكون أحسن وأسهل وأوفر على الكلاينت بدل ما إحنا نرجع نعمل ونرجع نأسس ونرجع بس طبعاً فيه أوقات إنه لا منضطر إنه بعدين نرجع نسوي ريديزاين أو رينوفيشن أو بعد ما يخلصوا مخططات المعمارية والمدنية منقدر إحنا إنه نسوي يعني يعني ما في إشي مستحيل يعني عالي نقدر نعمل رينوفيشن نقدر نسوي كل شي من أول وجديد حلو جميل جداً يعني إش في نصيحة أخيرة بتوجيهها سارة بخصوص استخدام الموزيك بحب إنه دايما الناس يضلهم على إطلاع بهاي المواد أوكي لإنه منقدر نستخدمها بكل سهولة بس إنه دايما المشكلة إنه مثلاً الناس ما بعرفوا عن هاي العناصر الديكورية الجديدة فعم نحاول إنه دايماً إنفرج الناس أجدد أشياء نازلة بالسوق للديكور عشان يقدروا يستخدموها ويضل بيوتهم دايماً بأحلى صورة جميل جداً تتشكرك سارة جزيلا شكور يعطيك ألف عافية شكراً اكتباً معلمات دائماً لطيفة شكراً شكراً إلاك شكراً إلاك